اشتركوا في القناة تركت محمدا يخرج فالحق بصاحبه ويصل كلاهما الى يثرب لما لم تكسر عليه بابه وتأخذه من الفراشة ماذا قال قال وتقول العرب هتك عمر بن شام حرمة بيت محمد وهو عدو له وهو ضده ويريد قتله وينكر فكرته وينكر دينه وينكر شريعته لكن فيه سقف للمفاهيم الان تكسر الابواب وتهدم البيوت على رؤوس من فيها وتضع تحت التجسس ماذا نقول لله يوم القيامة سبحانه ماذا نقول يعني بالله اضرب لك مثال بسيط خارج هل خطر بباقة وقرأنا في التاريخ ان ابا جهل قال لام جميل حملت الحاطب زوجة ابي لهب وقال دعني ارقص زوجتك هذه الرقصة لا الله يكن ابو لهب جبعه كان دمره سبحان الله يشتغل علي بالارهاب هذا هو العربي قبل الاسلام هذا بتقول فضلية السيخ يعني جاء الاسلام ليتم مكارم الاخلاق يعني العرب كان عنده مكارم كان عنده مكارم ابو سفيان لما دخل عليه الرقل وقاعد يسأل عن محمد كيف وكيف وكيف وبعدين ابو سوالي وليه كان لسه ما دخل الاسلام والله لو لا ان يؤثر عني اني كذبت لكذبت ياه الله اكبر شوف خوف ابي سفيان الذي كان ما زال على كفره يخاف ان يكذب وهو عدوه لرسول الله يكذب على عدوه لكن لا خاف ان يؤثر انني كذبت يعني الكذب امير المؤمنين في الحديث نعم كان يمر على المقبر وره الجمعة كل جمعة قل السلام عليكم يا اهل القبور انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية انس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم كل جمعة فجيه شهر مرض فقال فما ذهبت فرأيتهم في الرؤية يجرون اكفانهم يقولون يا شيخ لما لم تزورنا كنا نستأنس من زيارتك يا الله الله الاغرب من الخيال ثابت ابن قيس صحابي الجليل نعم ثابت ابن قيس في اليمامة ليه المسلمين بدأوا في اول المعركة بدأوا يهربوا فجيه حضيفة ابن اليمان قالوا ما كنا هكذا مع رسول الله عليه السلام فحفر كلاهما خندقا ووقف فيه يقاتل كي لا يحدث نفسه من هرب لان جيش مسيئلمة هجم على المسلمين في اول مرة حتى اقسم خالد لاندقل عليهم الحديقة يعني يعني يفعل فيهم الأفعيل رزق كلاهما الشهادة ضد مسيئلمة الكذاب فهو واقف كان عليه درع فواحد من الناس يمر من المسلمين أو من الجدد من المسلمين خلع درع ثابت وغلى أخذه وجري هرب لماذا؟ سرق درع ثابت سرق في المنى وهو شهيد رقبته سبحان الله فسرق فرجل من الصحابة بعدما انتهت الجولة الأولى أخذته سنة من النوم فراء ثابت في الرؤية فورا قال له يا فلان لا تظن أن هذا حلم هذا ليس حلم أن تشوف أنا أكلمك إن درعي سرقه رجل وجرى وهو في أقصى المعسكر أقصى مكان وصف له مكانة أقصى مكان وقد وضع الدرع في حفرة عند خيمته وعليها بورمة بورمة للقدر جولا بورمة واصحة وضع عليها حجر كبير فخبر خالدا وإذا أخذه خالد فليعب به إلى خليفة رسول الله سلم أبو بكر ليبيعه وإن على يدينا لفلان ولفلان وإن خادمي فلان حر لواتش الله الرجل استيقض من الرؤية بلغ خالد خالد ميش أخر المعسكر رفع الحجر رفع البورما وجد الدرع رجع للمدينة سلم الدرع أبو بكر قال والله لننفذن وصية ثابت وهذه أول وأخر وصية في التاريخ تنفذ وصية متغفرة لا إله إلا الله لا حول أنا أخبرك ليبي هذه القصة لأن الميت معنا المتوفى معنا يشعر بنا رأى الرجل وعرف الرجل وعرف أين خبأه اسم حدي سعيد بن زيد أحد العشر مبشرين بالجنة زوجة فاطمة بنت الخطاط اللي كان سبب في إسلام عمر تخال أن عمر كل حسناته في الميزان سعيد سبحان الله أخذ بيدي إلى الإسلام أدلوا على الخير كفاعل المصريين كلهم كل عملهم في الميزان حسنات عمر أمر الضمن العاص شفت بيدي إلى الله فالسعيد بن زيد كان في المعركة وأخوه في الله يتابع أنه لم ينم منذ أيام فأقسم عليه بالله أن يدخل لينام داخل سعيد نام في الخيمة أخوه يحرسه خشت أن يطوق المعصر سعيد أحد قوات الجيش نام فسمع أخوه هذا سمع سعيداً يقول بصوت مرتفع والله لا أريد أن أعود يا عيناء يا مرضية فأخوه يبدو أن سعيد من قلة النوم بدأ يقول أي كلام وموت من التعب والله لا أريد أن أعود يا عيناء يا مرضية ما معنى فإيقظه سعيد سعيد قل جزاك الله عني قال يقول خيرا قال ومن أين يأتي الخير قال لما قال خيرا لا بد أن تخبر قال رأيت رؤية قال أخبرني قال أستحذفك بالله ألا تخبر عني إلا بعد أن أموت قاله خيرا لما نمت كأن القيامة قد قامت وكأن منادم من السماء ينادي قد رضي الله عن سعيد بن زيد الله أكبر الرسول رضي عنه مات يرضى عنه عن العشرة وسعيد بن زيد الحبيب من أحباء الرحيم الرحمن ياه فلما سعيد لما نودي عليه قال سعيد رضي الله عنه فإذا بملكان معهم ثلاثة خيول مطهمة هما ركبين وده واحد وده واحد والثالث قال اركب إلى أين لسعيد اركب قال إلى مكانك في الجنة فعلى باب الجنة نزلت فقابلتني يعني نشوة أشد جمالا من البدر لليها التمام قلت هل هؤلاء هن الحور العين التي كلمنا رب العبادة عنهن في القرآن أجبنني وقلنا لا نحن خدم من خدمهن كل ما يمشي يشوف أجمل يشوف أجمل إلى أن وجدت ثلاثة بينهن واحدة كالشمس مرحبا بك يا سعيد أنا زوجتك من الحور العين أنا العيناء المرضية فمددت يدي أصافحة قالت إليك عني يا سعيد أنت ما زدت في الدنيا ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث قلت قلت والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود مرحبا بك يا عيناء يا مرضية وأنت توقفني يا الله راقب أخوه سعيد راقب بتاعه كان يوم خميس في المعركة وصائم وبعدين الشمس أوشكت أن تسقط خلف الجبل وإذا بطعن تأتي لسعيد فوقع على الأرض جيري عليه أخوه أين الإفطار يا سعيد قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر أهلا بك يا عيناء يا مرضية الله حنظلة غسيل الملائكة مهمة القلام لا يجب أن نشرح صدور الناس بهذا القصص بدون أسلافنا الصالحون وهذا في القبر يسأل هذا شهيد هذا لا قوة إلا بالله ليس فيه صاروخ عبر القرات وفيه ناس سبحان الله يدخلون الجنة بدون حساب هذا منهم هذا منهم سبحان الله أحد الصالحين جالس ويقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عمر أول رجل في الآخرة يأخذ كتابه بيمينه قالوا عجبا وأبو بكر قالوا عجبا وأبو بكر قال عجبا لكم أنتم أتريدون أن يقف أبو بكر لحساب يا سلام يدخل بدون حساب حنظلة حنظلة غسيل الملائكة هو أعرس ونادى منادي الجهاد ناسي أن يغتسل واستشت في المعركة والصحابة يجيبوا عشان الرسول يصلي عليه على رسلك أعرس تزود تزود ليلة الزفاة فقبل الفجر ينادي المنادي المعركة الحرب فمن عجلته ناسي أن يغتسل من جنبته وخرج إلى المعركة ورزق الشهادة وبعدين الصحابة وجدوا بللا مبتل فقال يا رسول الله من أين الصحراء صحراء من أين قال غسلته الملائكة ووقف الرسول وهو يصلي عليه على أطراف أصابعه قالوا عجبا يا رسول الله قال من كثرة ازدحام الملائكة الملائكة ناسي أن تصلي على حنظلة مع رسول الله فرسل لا إله إلا الله فالقصص هذا يعني يري أن أن نروح على العبد المؤمن يعني معنا وتشعر بنا وهكاية أن الروح مع يعني الله يرضى عن الشافعي تلميذه الوراق عبد الله الوراق لما اشتاق لرؤياتي بعد الرؤية بعد الوفاة فشفه الوراق فرح قالوا كيف الحال يا شافعي قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا إن قلبي يقول لي ورساني يصدقوا كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقوا يا سلام نعم مرة ثانية هذه الأبيض للآن مش حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقه إن قلبي يقول لي ورساني يصدقوا كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق وهذه من المبشرات التي تبشرها الله مجاني من المؤمنين يا رب العالمي لكن هناك محور خطير وهو ماذا في القبر يعني قبل هذا المحور يروى بالأثر ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب في القبر هل أمسك من الكائن حقيقة لا 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 هذه رواية ضعيفة وقال تسألني عن شيء كنت أعلم حققتها فوجدتها ضعيفة ضعيفة ما ذكرتها ما ذكرتها ما ذكرتها ولهذا ألزم التنوي للسادة مشاهدة لا 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 هذه رواية عن عمر غير صحيحة ولكن ما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في بدر نعم كان ينادي الكفار القليب البئر البئر أخذ بئر قل يا أصحاب القليب يا فلان يا ابن فلان يا فلان يا ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حق فهل وجدت ما وعد ربكم حقا للكفار إذن الكافر كمان يعني ينادي على أبي لهب وينادي على الأموات من الكفار من المشركين ومشرك مكة والصحابة تعجبون يا رسول الله يسمع ما أنتم بأسمع من كلامي منهم ولكنهم لا يستطيعون إجابة طيب نعم من سورة البقرة ورب العباد عز وجل ينادي على الناس أن يعبدوه سبحانه وتعالى عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون طب إيه يا التقوى ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك احفظها لا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك يعني إيه يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعني تعمل ابتحال لنفسك أنت تجدس لتشاهد برنامج ما على الشاشة لا يستجع الأمر أن تسأل شيخ أو عالم أو فقير تقول له هو الجلوس لمشاهدها للبرنامج حلال أم حرام أنت تتصور كده أنك جالس بجوار خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هل يواضب أو يواصل أو يمكث أو يجدس لمشاهد هذا البرنامج أم أن يغادر المكان هذا هو السؤال والله لو تصورت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجدس لمشاهدة هذا البرنامج إذا ده برنامج خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشاهد إلا حقا ولا يرى إلا صدقا ولا يرى إلا خيرا ولا يستطيع أن يغطر ببالنا أنه يرى باطلا أمامه فسبحان الله العظيم يعني يعني ثم يشكت عليه أو 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 يكون يعني هذا في إيه في سبحان الله في قضية قضية يعني يعني ميزان العبادة ميزان العبادة سبحان الله رب العبادة عز وجل أمرنا أن نعبده أمر خلقه جميعا لعبادته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتخون هل رب العبادة خلقنا لعبادته فقط أقول نعم بلى ليه لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب لما رب العبادة خلقنا ميزنا عن بقية المخلقة ليه ركب فينا عقول ولكن ركب فينا غرائز ركب فينا عقول ولكب فينا إيه غرائز عزكم الله الحيوانات ركبت فيها غرائز ولم تركب فيها إيه عقول الملائكة فيها عقول نورانية ولكن ليس لها إيه ليس لها غرائز فإحنا تركيبة من الاثنين سبحان الله يعني إحنا عبارة عن مخلوقات ثلاث مخلوقات لا تعرف إلا الخير إليه الملائكة لا تعرف الشر ومخلوقات لا تعرف إلا الشر وهي الشياطين ومخلوقات تعرف الخير والشر اللي هو إيه ابن آدم طيب فإن تغلب في الإنسان جانب الخير على جانب الشر جانب الخير على جانب الشر صار عند الله أفضل من الملك ولما تغلب جانب الشر في الإنسان على جانب الخير يصير عند الله أسوأ من الشيطان ولكن المؤمن الصادق سبحان الله هو الذي يغلب خيره شره فإذا غلب خيره كشرك فأبشر ليه لأن عسابة حسنات يوم القيام وهو سيئات نجا فإن غلبت الحسنات السيئات فوزت الله مجالنا من الفائزين وأنتم إن شاء الله وإذا غلبت السيئات الحسنات خسر العبد والعياذ بالله رب العالمين ولذلك ولذلك يعني يعني إيه اتقوا النار ولو بشق تمره يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني إيه رجل لما زر رجل في الله غفر الله له يعني إيه لما تزول المريض يقول لك رب العباد وجدتني عنده أو لو عدته وجدتني أنا عنده إذن المسألة برمتها نريد أن نقول أن العبادة عبارة عن إسعاد لك في هذا الكون وإسعاد لغيرك ممن يعيشون معك في هذا الكون ولكن أن تقلق الناس وأن تنم في حق الناس وأن تضيق صدور الناس وأن تشيع الشائعات على الناس وأن تخوض في أعراض الناس وأن تنم في حق الناس وتقول أنا صائب انا اصلي الترويح يا اخي والله صلاة الترويح سنة وامساكك عن الغيبة فرض وامساكك عن النميمة فرض فاين هذه الفرائض الغائبة امساكك عن الشر سبحان الله اغتاب رجل عند الحسن البصري رجلا واحد فقال الحسن له هل شاركت في فتوحات فارسة والهند قال لا قال هل شاركت في فتوحات مصر وشمال افريقيا قال لا هل شاركت في فتوحات مصر وشمال افريقيا قال له لا قال سبحان الله سلم كل هؤلاء الاعداء منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم يعني ما فيش الا اخوك المسلم فقط هو اللي انت ستطعت ان تغتابه وذلك اهل العلم يقولون ان اردت ان تغتاب وانت ما نصح يعني فليغتب الانسان والديه مش ممكن انسان يغتاب والديه ليه لاني قال يعني بلان يروح السواب برة ها في الخارج يروح لوالديك وانت اسمك ايه اغتبته ولا يخطروا ذا لعاقد ان يغتاب الانسان والديه اذا المسألة تحتاج الى بضعة امور في قضية العبادة اولا امساك ما بين فكيك وانفاق ما بين كفيك وان الناس اصناف ثلاثة حضر وسفر ومتعاملون في الاسواق فان اثنى عليك جيرانك في الحضر ورفقائك في السفر ومعاملوك في الاسواق فانت قد عبدت الله حق عبادته وعمدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يثني عليك جيرانك يثني عليك مرافقوك في السفر يثني عليك سبحان الله الذين يتعاملون معك في الشغل انك رجل ايه صادق وكان رضي الله عنه عليه يقول كان الرجل يدخل الى المدينة ويقول مع من اتعامل من اي تاج الصادق يعني في المدينة يقولون اتعامل مع من شئت تاجر مع من شئت كل التجار في المدينة اهل صدق ثم جاء زمن هكذا يقول عليه يقول الرجل الغريب مع من اتعامل اتعامل مع من وبيعه اشتري ممن يقول يقال له عامل من شئت الا فلان وفلان كان في اتنين فقط في السوق كله ليسوا على قدر المسئولية في الامانة ثم جاء زمن داخل من سنة 36 هجرية يقول الرجل الغريب مع من اتعامل يقال له لا تعامل الا فلان او فلان يا الله احنا وصلنا الى حالة ان في اتنين صادقين في السوق طب متى نعود مرة اخرى حتى يكون التاجر امينا ويكون الطبيب امينا ويكون المهندس مخلصا ويكون المعلم متحملا ويكون الموظف مثابرا في عمله لكن تذهب له الساعة 11 عشر صباحا في صباح رمضان يقول لك والله انا صائم تعال لي بعد رمضان انا في حالة نوم انا اخذ بالديل كل صهر نحن لا نريد ان تسهر حتى وان كانت الترويح التي تجعلك تسهر لا صل الفريضة ونام جميل الفريضة الاخرى حتى تستحى بامور الناس وحتى يعني سبحانه ضايا العظيم يعني 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 تكرم المال الذي ترتزق به تكرمه بان يكون ايه حلالا ليس الدعوة مني ان لا نصل الترويح ابدا ترويح سنة مؤكدة في طيب ان نصليها ونحافظ عليها ونملأ المساجل ولكن ثبرت هذا ثبرت هذا هل احببت من بجواري هل احبني من يصلي بجواري هل احببت الامام الذي يصلي بي ام ان اغتبته في داخلي هل حنى الامام على المريدين هل تحمل وتقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم هل سبحان الله حلم عليهم هل حلم الناس بعضهم على بعضهم يخرجون من المسجد يريد كل واحد منهم ان ينفض سريعا الى اي مكان يريد ان يذهب لا تسأل سبحان الله اذا مسألة العبادة ليست القيعات وليست تقص صيام وانما هذه فرائب طبعا ان نصلي ان نصوم ان نزف ان نحج هذه فرائب يجب ان تعمل لكن ما ثمرتها لا بد ان نبحث عن ايه عن الثبرة فما الثبرة المرجوة من هذه العبادات ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي طبعا اصلي وابغي على جاري اصلي وابغي على زوجتي اصلي وابغي على ابي وامي اصلي وابغي على الموظف الذي يعمل عندي اصلي وابغي على علماء المسلمين واغتابهم واخذوا في اعراضهم ولحوم العلماء مسمومة هل هذه ثمرت الصلاة هذه ثمرت الصلاة نفس القضية في الصيام لعلكم تتقون هل وصلت الى درجة من التقوى حتى رب العبادة عز وجل يتقبل مني هذا الصيام يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشراطه اذا القضية بهذا المنطق يجب ان نتفهم قضية اعبدوا ربكم فعبادة الله سبحانه وتعالى يجب ان تكون واضحة بهذا المنطق هل هل جربنا مرة اننا نتوقف في هذه الامة المباركة ونعيد حساباتنا ونقول انا اريد ان اعبد الله حق العبادة اعبده في حسن تعاملي مع زوجتي وتقول الزوجة في حسن تعاملي مع زوجي في حسن تعاملها مع اهل زوجها في حسن تعامله هو مع اهل زوجته في حسن تعاملنا مع اولادنا مع جيراننا مع زملائنا مع مجتمعاتنا مع حركة الحياة التي يجب أن نعمرها بطاعته عز وجل ولذلك رب العباد عز وجل من كرمه وفضله أنه بين لنا وضح يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فهل لا تدبرنا في هذه الآية الكريمة وهل لا توقفنا على حقيقة العبادة وأحيينا فرائض غائبة قد نسيناها ألا وهي فريضة إدخال السرور على المسلمين وليس إدخال النكذ على المسلمين لأن من أدخل حزن على المسلمين أدخل الله حزن في قلبه ومن فرح المسلمين بحسن خلق وبحسن التربية لأولاده وبحسن التعامل مع الصغير والكبير وقر كبيرنا وعطف على صغيرنا وأعطى لعالمنا حقه إذن من الذين وضعوا أقدامهم على بداية طريق اعبدوا ربكم هذه هي القضية فلنعبد رب العباد سبحانه وتعالى حق العبادة عندئذ نقيم ديننا كما ينبغي ونعود إلى ديننا ونرد إليه ردا حسنا كميلا أحبك في الله سعدت بكم في هذه الحلقة ولا تنسون من صالح دعائكم ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في نفس الموعد بإذن الله رب العالمين لا تنسون من صالح الدعاء ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا القلب صار أسير الهواء وبالمضريات أبو أيوب هذا له جار عربيد سكير خمر لا يصلي يعني كل أنواع سبحان الله مات الرجل فقيل يا أبا أيوب تعالى صلي عليه أبو أيوب يعني في نفسه قال يعني أنا أروح أصلي على الرجل وأنا أغتابه في نفسه تلقيبة يعني حرام للحي فما بل للمتوفى قال صلوا عليه أنتم صلوا على المتوفى ودفنوا أبو أيوب بالليل ينام يرى جاره هذا يرتع في الجنة قال لي أضغط أحلام سبحان الله إيه اللي ودد الجنة يعني سبحان الله يعني أهم يقسبون رحمة ربك سبحان الله المؤمن قال ما الذي أوصلك إلى هذا المكان أبو أيوب يقيز بمقيز الزمن بمقيز الظاهر لا تقيز الناس بظواهرهم المؤمن قال له يا أبا أيوب لو كنت أنت من الذين يقسمون رحمة ربك إذا لأمسكت خشية الإنفاق ثم ربت على كتف أبي أيوب وقال وكان الإنسان قتمره هو سبحان الله الأعرابي لما قاعد كده في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول يقول إن سبعين من ألف من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب الأعرابي جديد ولا عنده لا إتيكيت ولا بروتوكول وده صفة جيدة فيهم بصراحة أنا لا أراها لأنه يقول ما لا نستطيع أن نقول نحن يا أهل لا نقول هنا هو ما شاء الله منطلق كما يقول سبحان الله ده واحد منهم كان يعني أبن مسعود واقف كده في الصحرة فليجي الماء لا ينزل والأرض قاحلة والقطيعة على الأعرابي فالأعرابي يرفع يدوه ويشوه في السماء رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدالك أنزل علينا الماء لأبلك لا حول لا قتل بالله فقال ابن مسعود صدق الأعرابي لا أبن الله ولا ولد لكن لو إياهم أبناء الكتب كانوا سمعوا الرجل كانوا قالوا لي نسأل الله السلام سبحان الله فالعبد المسلم يعني سبحان الله هذه يعني قضية أنه فوق كل ذي علم علي المسألة ليست بظواهر الأمور أبدا أبدا أحسن ظنك بالناس وخذ الناس كما هم سبحان الله يعني ناس سبحان الله والأعرابي لما وجد الماء نزل والعجب طرع والحمار عزك الله اللي يركبه كل رصيده يرعى ففرح الأعرابي عايز تشكر الله قالوا عزتك وجلالك لو كان لك حمار لا تركت يرعى مع حمار إلا أنه أحبك حال الله خذ آخر منه بهذا المنطق الله يرحمه الشيخنا الغزالي الشيخ محمد الغزالي كان حكاة عن والده حكاة جميلة والد الشيخ كان عنده بقالة يبيع فيها كل أسبوع يأخذ حصيل الكنده سنة تلاتين الف تسعمائة وتلاتين من كم سنة يأخذ الحصيل خمسة جنين سبعة جنين وهذا من المدينة الإسكندرية يجيب بضاعة جديدة مرة في مرة اللصوص تابعوا الرجل فنزل للمحطة القطار في الإسكندرية وضع عيده في جيبه مالجي المحفظة فقعت كده على الكرسي كده في المحطة ونظر إلى السماء المحل سنجيب البضاعة مش مشكلة والأولاد الليلة دي يباتوا من غد عشاء مش مشكلة طب طب انت كيف هترجعني البحيرة يعاتي وربه يا أخوة الله له دلال على الله يا أخوة سبحان الله هذا المنطق بهذه البساطة نظر وجد المحفظة بجنبه كان زمان اللصوص عندهم أخلاق كان يسرق المال ويترك الأوراق رسمية احتمال يعني انت عارف الأوراق لما يحب نستخرجها مرة صعبة فيبدو والد الشيخ الله يرحمه واضع عشر دنيه وهي يعني عشر دنيه في الزمن ده يعني تسوي الثروة رهيبة كتشتري هذه القاع يعني فسبحان الله العظيم وضعها في مكان يعني سبحان الله ويبدو استحفظها واستودعها رب العباد فاللص من سرعتهم ما عرف مكانها فالشيخ يا أبو الشيخ فتح فلواجد العشر جزامهية فبصل السماء قد يدك أبوسها سبحان الله خذها كده لا تقعد تعمل فيها علم والله يعني سبحان الله أنا لسا في محاضرة كنت أقول لو جاء عمر بن الخطاب ودخر على مجموعة من الأولاد أولاد الكدو واحد قال له يا عمر بن الخطاب قل لي الفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قل أنت بتسأله في إيه سبحان الله ونفس عمر يعني يوم القيامة بس دي المهمة ده إيه نقولنا فيها حرقة سابقة نسيان الدار الأخيرة يوم القيامة الشمس تختارب من الرؤوس والناس بتسبح في العرق واوة إلى أخر وكل واحد ما يسألش عن التاني ولا يسأل حميم ونحميم يارفي طائفة من العباد خرجة من المقابر على الجنة من راحت من دول الله يرضى عليك سيدنا رضوان بواب بتاع الجنة إذا أي وكلما غير بواب يعني إذا أي أنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصر لكم ميزان كيف تدفلون الجنان قال يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان أو ما قرأت القرآن رضوان قرأ القرآن قال في أي شيء من القرآن أقرأ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم وغير حساب قال وكيف كان صبركم قال نحن كنا إذا أسيئ إلينا حلمنا الله وإذا جهد علينا غفرنا وإذا أدنبنا استغفرنا وإذا اكتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تعزنون أما ليه سيدنا الحبيث صاحب مستانة الأخلاق يقول تسابقني امرأة إلى الجنة بينما أقعت وحلقة الجنة إذا بمرأة سفعاء الخدين تريد أن تسبقني يقول من أنت يا أمت الله الله من أنت لا خديجة ولا عائشة ولا فاطمة ولا زينب ولا نسيبة ولا أسماء من أنت أنا أمرأة ضعيف غيره متعتعة يوصله دهات بيته عمرأة يرضى عليه لما من نات قال القعقاء بن عمر فأجهش عمر في البكاء فالرجل هو خاف على القعقاء قال والله لم يقتل من القوات غيره أنا أبكي على القعقاء قاعد الرجل مشهور ده رئيس أركان ولواء وجنرال أنا أبكي على أناس لا يعرفهم وإنما لا يعرفهم إذا ربه عمر يجازيهم يوم القيامة أنا أبكي على أنا معرفهم شو ما فيه ومن أي البلاد من أي القبيلة وسيد مين وترك مين سبحان الله الصبر مر مر عمقابنا على على النفس الإنسانية من ضد الهواء وبالذات عند الذي يستطيع ألا يصبر نعم وهم كثر وهم كثر أنا ممكن أشاهر بي في الصحيفة وممكن أشاهر بيك في الإعلام ممكن أكتف فيك عريضة ممكن أقابل فيك النابل عام في دخقتين وأقول لك مش عرف إيه وأقابل فلان وأرشي فلان وليا دي أتحى فلان وأشوه الصورة وأصغر وأعمل لك مؤامرات وإيش يثبت مكانه حسنات يا الله وكمان ينسي الجوارح وينسي الشهود سبحان الله سبحان الله اليوم لما أذنب مش علي شهود نعم علي شهود عشرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بعدين رقيب معتيد مالحاس المالك السيئات تمام وبعدين الأرض التي صنعت عليها الذنب تشهد هتنشهد لي أو علي يعني لو صليت أنا في هذا المكان يشهد لي عصايت رب العباد علي ثم الزمن الليل يشهد الجريدان والنهار يشهد ثم قبل ذلك وبعد ذلك خير الشاهدين الله رب العالمين تقتاب العبد تقتاب لا بيشهد ما بينه وبين الله تبقى شهود تبقى شهود الأول شيء ينسي الحفظة الملايكة اللي كتبت الذنب لا ينسيها سبحان الله من كرمه وما سلطرة في الصحف يمحى سبحان الله وبعدين ليس يمحى فقط ويزرع مكانه حسنات يا الله فأولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات سبحان الله وبعدين بعد ما ينسي الشهود وينسي الحفظة ويضع حسنات يظل العبد بعض الذنوب الذي يشدد عليه سكرات النوت فيخرج من ذنوبه كام ولدة أمه يا الله لأنه عايزه يخرج سليم كما نزل من ضد أمه صافيا نقيا يخرج من الدنيا صافيا نقيا إذا أحبه ما هو لأن العبد أحبه يحبهم ويحبونه قال ابن مسعود ليس العجب ليس العجب في يحبونه ولكن الأعجب في يحبهم ليس العجب في يحبونه أنا أحب الغني أحب الغني أحب القوي أنا ضعيف أحب القوي أنا فقير أحب الغني أنا المريض أحب الشافي لكن الأعجب أن الشافي يحب المريض أن الغني يحب الفقير زميل يعني العجب أن سبحان الله أنه يعني ليس العجب من فقير يتودد ولكن الأعجب من غني يتحبب صحيح ولكن يتحبب يعني في الأمر منضوحة بالتوبة إن شاء الله يعني لما أوجب عليك خدمته ما أوجب عليك إلا دخول جنته نسرحه أوجب علينا خدمته يعني في الظهر أنه خدمته يعني أنه نصلي نصول نقول الحق لا نغتب الناس لا نخطف الأعراب نحافظ على الكيان لا نؤذي الناس لا نظم الناس لا نغتب الناس معنويا ولا مدين كل الأمور دي أوجبها علينا وما أوجب علينا إلا دخول الجنته يريد هذا كله إيه يريد أن يفتح لنباب الجنة صحيح حتى في الابتلاء يبتليهم بالمصائب حتى يطهرهم من المعايب نعم كريم كريم الكبر والحسد فأول ما بدأ الرسول الحديد هذا قنز هذا من كنود السنة قال لا تحسدوا ليه لأن الحسود كارثته أننا نقول عنه أنه يرفض قسمة الله يقول ليه ده غني وأنا فقير ليه هو صحيح البدن وأنا مريض يا خبرة أهم يقسموننا رحمة ربك والحسود ده يسود الحسود ده إنسان سبحان الله ده مرض طبعا مرض خطير وأنت عندما تجد حاسن استعذ بالله عز وجل كبر في وجهه خذ من العائن الذي يعين الناس شيء من أثر واغتسل به لأن ده العادة ويحيد حياتك إلى إيه فجأة كدت له مشكلة بينك وبين زوجتك بينك وبين عيالك العيال في البيت عملي زي حريق شب في البيت زلزال حصل إيه الموضوع لأن فلان زارهم أو فلان زارتهم معرفون بالإيه ومعرفين بالحسد يا سبطار يا رب قل أعوض برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وخب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد سبحان الله فلا تحسدوا حسد مصيبة يعني الحاسد كالنار تأكل نفسها إذ لم تجد ما تأكله سبحان الله والحاسد ده يعني يزداد سوءا وحالة نفسية سيئة كلما ازددت أنت خيرا كلما ربنا أكرمك كلما هو يعني أكل فروح زي إيه زي النار ما وجدش حد تتشبث به وتحرقه تحرق في نفسها تفضل النار تأكل في نفسها هكذا الحسود والحسود دائما مبغوض عند الله عز وجل مبغوض عند الناس الناس تخاف منه تقول يا فلان ده فلان ده عينه يعني حتى في بعض البلاد العربية ده عينه حارة ده مش عينه حارة ده عينه ما يعلم بغى الربين الناس أل الله سبحانه وتعالى أن يعيدكم وإيانا من شر حاسد إذا حسد يحسدك سبحان الله حتى الرجل الفقير وقال أنا عايزة أترك البيت ده واروفه مكان تاني قالوا لا سلام ليه قال الناس يحسدوني فتفتك ده ما فيش إلا غرفة يحسدك على إيه ده حصير وحتة قربة ماء في إيه قال طب استنوا بس انتظر ورفع عقيرتهم قال إن أمير المؤمنين حفظه الله أرسل إلي ليقتلني مع فلان وفلان وفلان فلان وفلان اختار ثلاثة من علية القوم فالجيران سمع صوته قالوا يا لقع اتقل لا هل تقتل مع هؤلاء الأشراف هل انظروا حتى على الموت لا أخله من الحسدين يا سطار يا رب